موسيقى 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 لو بدأ النهاردة المغرب كان عالي جدا جدا يعني ما شاء الله طبعا لكن اللوتر العزيزين يا كابتال لازم نقف عندها وده موضوع مهم جدا محمد النهاردة هو التجربة فعلا للمغربية وانا شفتها يا كابتال وانت بتتكلم قبل الفاصل الموضوع ده محتاجين نقف عنده كتير حضاك ذكرت اللعيبة اللي موجودة في التشكيل كلها كلها محترفين في الخارج وبالتالي احنا لازم فعلا الفترة اللي جاية نركز وإحنا يمكن هنا فيه عندها شقين شق قلمنا فيه هنا قبل كده المحترفين أصحاب الأصول المصرية والشق التالي انت كلمت فيها كابتال ويمكن محمد كمان يكلم فيه زي انه طلع محترفين هنا من مصر وانا نهاردة ما بنتكلم يا كابتال انت قلت حكيمي في باريس سانجما وانا عندي نهاردة العيب في باريس سانجما أصول مصرية ومرحب النهار ما حدش شاف عن حاجة فيه في أرسنل من الصغار السن صغار السن ومن مختلف الأعمار يا كابتال فيه لعيبة رصدينها من أول 12 سنة لحد 18 و20 سنة وبالتالي لو كنا بنتكلم عن خطة ليه 2026 أو 2030 وحنا عندنا فيتوريا موجود لحد أربع سنوات وما بعد فيتوريا نحن يجب أن نوصل قدامي 2026 أو 2030 عندنا خطة نقدر نشتغل عليها خذ بالك يا كابتال 2026 صلاح هيبقى 34 سنة إنني 34 سنة الشناوة هيبكام ده أعتقد معدي كمان 34 سنة فلازم نشتغل عليها وعشان أكون أمين يا برضو يا كابتال متحد يعني كابتال حازم أمام الحقيقة لا بيتواصل معايا وبيهتم دكتور هابي كومي هتم جدا وبحتاجه في أوقات كتير بلاقيه بس إحنا الموضوع لازم يا كابتال يكون بشكل مؤسسي مش هينش بشكله لازم فيه إدارة للمحترفين طيب أنا باتفق معاك تماما فرص بقى الفريق أمام البرتغال زي ما أنت قلت المتخب المغربي عنده قايمة مليانة لعيبة محترفين ثلاث لعيبة بس اللي بيلعبه في الدوري المغربي المحلي لكن قبل ما نتكلم عن فرص ضد البرتغال عايزي بقول حاجة بس صغيرة عن منتخبنا إحنا النهاردة مفيش حد بيطلع محترف خالص برا مصر صلاح من 2018 متقلق مع ليفر بول ومكسر الدنيا فيه كم لعب مصري فكر يكرر التجربة صفر مفيش حد لو كان في حد محترف في أوروبا رجع مصر فاللعيب دلوقتي لازم يكرر تجربة صلاح تاني لكن لما لقى الانديها بتدفع ألقام خرافية فيه وهنا بقى فيه نجومية ومن أقل حاجة بيعملها مع النادي بتاعه بيبقى نجم والناس كلها بتحب تصوار معه هيطلع برا ليه؟ ليه هيروح يتضرب في الساعة؟ أو ليه مثلا لما يكفيش العقلية مفيش لما يعني مثلا النادي جاي نادي بيلعب دوري متوسط مثلا مفكرش يروح كلهم بيبصوا على نموذك صلاح لما هو في ريفر بول صلاح بدأ مع بازل ومر فترات فشل مع تشيلسي بعدها هلاجع تاني مع فيرونتينا بقى أحسن ومعروما حد ما بقى صلاح اللي كنانا عارفينه فدي نقطة مهمة لازم لعبتنا تستفيد منها ولازم يطلعوا برا عشان يبقى عندنا متخب قوي وينفس هل الأعمى بالنسبة؟ هل الأعمى بالنسبة؟ بقونتها لما موجة نظرك برضو يعني ليه هم تأثير في الموضوع ده؟ هو اللعيب اللي بيقى نجم هنا هيطلع برا ليه؟ يعني منعم وفتوح مثلا في كاس الأمم الأخيرة أحسن باكلفت أحسن مساك المفروض بعد كاس الأمم كان يطلعوا برا كانوا ياخدوا فيه أنديك تيكت بتريبهم العيوم كتعليهم لكن إل حصل فتوح مع الزمالك أغلب الوقت مصاب منعم مستوى مش ثابت وبالتالي إحنا اللي بنينا في كاس الأمم العيوم مستفدتش منه هاتف هلعبوا تاني في مستوى أعلى يعلم إمتى الفرصة دي هتيجي عشان يفيدوا نظر الأندية فرصة بقى المغرب أمان برتوغال؟ فرصة البرتوغال النهاردة سجل أكبر عدد من الأهداف في مباراة مع فرناندو سانتوش هما متخب دفاعي جدا النهاردة لعبوا بسكل هجومي أكتر من ممتاز رونالد مشاركش أساسيا أنا شاف أن المغرب لازم تلعب زي ما لعبت النهاردة ضد أسبانيا ضد البرتوغال تدافع كويس تعتمد على المرتدات المنتخب البرتغالي بيقدر يسجل من كرات أكتر من أسبانيا يعني أسبانيا زي ما كانوا سيب بيتكلم بتمرر كتير لكن ما فيش عرضيات ما حدش بيشوت البرتوغال عكسها تماما النهاردة شفنا بيبي بيسجل من كرة سابتة وبالتالي لازم المنتخب المغربي ياخد باله من نقطة دي لازم المنتخب المغربي يكون صبور جدا لما يستحوز على الكرة ما يبقاش مستعجل في تحويل الفرص لأهداف وإن شاء الله زياش وابوفال والنصيري يسعدونا وبتعلق حاسين بونو ونشوف المنتخب عربي إفريقي لأول مرة أول مرة عربيا وإفريقيا يا رب إن شاء الله يعني للا نحلمش بكاس العالم هو ركراكي قال فعلا كده للا أصحيح وللا أفعلا طيب طبعا البرازيل وتألقها الكبير وطبعا فوزها الكبير أيضا أمام كرواتيا وهل هي مرشحة سؤال لك ولكن بعد الفاصل البرازيل يعني منتخب برازيل شوفنا مبرح حقيقة مباراة رائعة جدا أمام منتخب كوريا منتخب برازيل يعني يمكن كنت قبل البطولة بقول الأرجنتين برشحة للقب وما زلت بتمنى الأرجنتين حياتفوز باللقب يعني عشان خاطر كمان ميسي لكن البرازيل يا كابتن مدحط يعني أنا شايفها حتى الآن في البطولة هي الأكثر يعني إقناعا وإمتاعا إمبارح يعني تيطير حقيقة مدرب كبير جدا إمبارح تيطير ممكن أهداف مباراة الأمس يعني إمبارح حتى عمل يمكن يا محمد برضو حياة جميلة جدا يمكن دخل إدير مليتاو اللي هو قلب الدفاع يعني على الورق هي الخطة 4-2-3-1 تاكن نشوفه امتلاك البرازيل للكورة إدير مليتاو بيدخل في نص الملعب جنب كازيميرو تتحول الخطة لـ 3-2-2-3 بيخش جنب كازيميرو ويدي الحرية لليوكاس باكيتا أنه هو يتقدم مع نمار قدام السلاسة الأمامية سواء بقى رافينيا أو ريتشاليسون أو فينيسيوس جونيور في ميزة يا كابتن بشوفها في منتخب برازيل حقيقة مش موجودة في أي منتخب تاني على الإطلاق في البطولة الرباع الأمامي سواء نمار، ريتشاليسون، فينيسيوس ومين الرابع؟ رافينيا، فينيسيوس، نمار، وريتشاليسون الأربعة كابتن عندهم تنوع حركي وديناميكي وتنوع في الوظائف بيخلي الأربعة بيعرفوا يقوموا بنفس الأدوار تماما بإيجادة تمة بمعنى يا كابتن نمار بلعب صانع على العاب فجأة بتلاقي نمار يخش في القلب وتلاقي ريتشاليسون راح على طرف من الأطراف تلاقي رافينيا هو اللي يخش كصانع ألعاب تلاقي نمار في لقطة تانية راح هو وينج ليفتو فينيسيوس هو اللي سقط كصانع ألعاب الأربعة بيعرفوا يقدموا نفس الأدوار وده بيعمل خلخلة شوفت البون ده والتلات لمسات كده ده أنا بالنسبة لي أجمل أجمل هدف في البطولة لأنه بيجمع ما بين المهارة الفردية عند ريتشاليسون شوف بينطط الكرة بدماغه ورغم أن المدافع تضغط عليه بينطط بمهارة كبيرة جدا على بناغه وبعد كده الباص اللي احنا شايفينه الرائعة ده من اللمسة واحدة وهو والمرمى فبقول لكابتن الأربعة بيعرفوا يلعبوا كمهاجم الأربعة بيعرفوا يلعبوا كصانع ألعاب الأربعة بيعرفوا يلعبوا كوينجرز وده اللي بيخلي فيه صعوبة كبيرة جدا على الخصم إنه ما بقاش متوقع أو عارف كل اللعب هتحرك إزاي أو جاي منه فيه تنوعة يعني بص يا كابتن محترومي شوف كما مثلا في فرنسا أنت بيل وحيد الممكن يلعب كوينج ويخش كمهاجم رأس حربة لكن هات جيروه بطلعه برامطات الجزاء ما يعرفش حتى لما طلع جيروه خالص دخل رأس حربة بيه آه مهم بقولك بيل وحيد اللي عنده التنوع ده في البرزيل الأربعة عندهم نفس التنوع جيروه ما يعملهاش دمبل ما يعرفش عب غير وينج شوف الأرجنتين ميسي الوحيد اللي يعرف يعملها أنه هو يخش يبقى صنع اللعب ويدخل كمهاجم لكن لو تروا مرتينيز يقدر ينزل كصنع ألعاب باستحالة الأربعة بيعملوا نفس النقطة النقطة التانية أخيرا قوة الدفاع عند البرزيل هي قوي جدا دفاعية منظم في وسط الملعب وبالتابع شوفه حتى الآن من واقع البطولة هو المرشح الأقوى للنقب البرزيل طيب ناخد من كلام الأستاذ وسيم أستاذ يسري البرزيل لكن هناك فرنسا وهناك بابي شايف فرصها إزاي في كاس العالم ومباراتها أمام إنجلتار هي فرنسا كبيرة طبعا في كاس العالم فرنسا عكس البرزيل قبل تفرع أقوى دفاعيا وعملت أداء هجومي كويس أما فيش تنوع في مراكز اللعيبة لكن فيه تفاهم كبير ما بينهم ومبابي عمل بطولة أكتر من روعة أعتقد أنه هو لو وصلوا الفاينال هيحسم جهزة أفضل لعب في البطولة وما زال الهداف خمس أهداف لحد الوقت هو أهداف البطولة لكن برد هو لحد الوقت يحسن لعب في البطولة ضد دنبرك قدموا أعداء هجومي كويس ضد بولندا إدروي العاود ضد منتخب قوي دفاعيا بشكل كويس سجلوا ثلاث أهداف والأهداف أمامنا على الشاشة مباراة إنجلتارها تبقى مباراة صعبة لأن المنتخب الإنجليزي يدفعه قوي جدا إنجلتار عندها نقطة قوية جدا وهي الأهداف من كرة السابتة سجلوا ضد إيران من كرة السابتة وضد السنغال أداءهم كان كويس وبالتالي هيبقى أسلح قوي ضد فرنسا لكن دفاع فرنسا برضه قوي وفرنسا ممكن تكون المنتخب الوحي يعني هما كسروا لعنة إن حمل اللقب يخرج من دور الأول نحن فاكرين إنه خرجوا من دور الأول فرنسا فين واثنين كذلك إيطاليا وأسبانيا وألمانيا من ستين سنة ما فيش فارقة حفظت على كاس العالم أياما البرازيل خرجت كاس العام سهلتين وستين بعد أن خرجت سنة تبانية وخمسين أعتقد إن فرنسا قريبة من أنها يتحقق اللقب للمرة الثانية رغم دانا برضو زي ما واسيم قال أنا بميل أكتر لنميسي يتوج مسيرته مع الأرجنتين عطفيا باللقب بالزبط عطفيا طيب ساذ واسيم منتخب هولندا مباراته أمام أمريكا شفتها إزاي وهل الفريق قادر على المنافسة يعني أولى حظوظه بعيدة هولندا بصرا كبتا قبل البطولة الحقيقة كنت شايف إن المنتخب هولندا يعني أقوى من كده أو أفضل من كده في البطولة يعني آه الأمور ماشية معايا لكنه يسا ما وجهش فريق كبير الأداء ما أقضعنيش الحقيقة لويس فانجال مدرب كبير جدا خططيا داخل ملعب رائع جدا لكن الأداء والجمالية اللي احنا دايما متعودين عليها محمد مع المنتخب الهولندي للطواحين مش موجود ممكن شوية في الأرجنتين تميل بوجود ميسي بيهد قوة كبيرة جدا للأرجنتين لكن في نقطة كلمنا عليها يا كابتن قبل المونديال وإحنا بنحلل المنتخبات أنا قلت لك بالنص وعرضنا ساعتها باللقاطات وبالتحليل إنه فانجال بيعتمد على الاتنين الباكين أو اللي هما الوينج باكس سواء دونفرايس أو دالي بلند الاتنين يا كابتن بيتقدموا جدا نمكن تلاقيهم الاتنين داخل منطقة جزاء الخصم ده احنا عرضنا بالتحليل وده اللي حصل بالفعل بالملي يا كابتن اللي احنا قلناه الحمد لله يعني في مباراة أمريكا لو شفنا اللقاطات هلاقي نفس اللي احنا قلناه بالملي لو شفنا الأهداف بوس يا كابتن دايما قلتنا هتلاقي الاتنين الوينج باكس متقدمين جدا هنا هناك دونفرايس بيرفع يده داخل تحسوا هو مهاجم يعني ده ما كان مهاجم والنحية داي بلينج متقدم رفع له الكرة سجل منها دونفرايس هدف مش دي اللقطة الوحيدة شوف كمان الهدف اللي كان سابق ده ده يا كابتن جوا منطقة الجزاء ده دونفرايس نكمل هناك لو يمكن الصورة بس مقطوعة بيشاور له برضو هناك اللي جاي متقدم داي بلينج اتنين يا كابتن البكين داخل منطقة الجزاء دي من أقوى نقاط القوة الحياة في المنتخب الهولندي لكن أنا بشوف الأقرب منتخب الأرجنتين طيب عايز أسأل فيما يتعلق بقى بمباراة هولندا أمام الأرجنتين وحظوظ الأرجنتين وميسي اللي كلنا متعاطفين معاه هيبقى لحضرتك ولكن بعد الفصل يا الأرجنتين وكلنا متعاطفين معاه مع ميسي مع ميسي طبعا لقاء مع هولندا من وجهة نظرك حظوظها وهل اللي قدمته الأرجنتين حتى هذه اللحظة يقنعك أنها ممكن تبقى بطل كس العالم لا هو لم يقنعني ولم يقنع أي حد لكن الجيل الحالي لأرجنتين ما قدمش أو عمره ما ليعا ضد منتخب أوروبي قوي هم أبطال الكوبة ضد أبطال أمريكا الجنوبية حتى المتشوط الوديها كلها كانت ضد منتخبات عربية أو ضد منتخبات أسيوية ما فيش منتخب أوروبي قوي لعبه غير منتخب إيطاليا وبالتالي موجهة هولندا تبقى أول مواجهة قوية ليهم كمنتخب ضد منتخب أوروبي اسكلوني عنده مجموعة روحها كويسة اللعيبة حابة بعض اللعيبة عايزة تعمل حاجة لمسي تحديدا متشوف دي باول دايما بلعب بروح عالية مرتينز المتش الفات صد كورا من كارينجي كول أحد اكتشافات واسيم نجم أستراليا كان فارع جدا مع المتخب الأرجنتيني في المتش برضو لو طاروا مرتينز نزل هادر كذا فرصة لكن هولندا مقدمتش متق أداء كويس لحد الآن في كاس العالم أرجنتين عندها فرصة المتش ده اللي هيدافع أحسن هو اللي هيكسب مش اللي هيهاجم المتخب المتخبين هيكونوا متحفظين جدا على أمل أنهم يختفقون ده هدف ميسي الأول في منتخب أستراليا يعني يحطها من خرم إبرا كابتن استغل الكرة ووشطها بشكل أكتر من الممتاز كانياته ميسي عامل بطولة كويسة لكن هو بداناني مش أحسن حاجة لحد الوقت لكن في متش أستراليا كان كويس أنا في رأي بيحدث الفارق جدا جدا وجوده كمان يعني إسكناني بيحاول في أغلب الوقت أنه ما يخلوش يدافع لكن في ماتش أستراليا كان يدافع كتير جدا وبيحاول التحن في أكتر من كرة لكن المباراة تبقى ممتعة جدا بين منتخبين اللي هم كمان إرس في كاس العالم بزجرات منديال 98 لما بيركا مسجل هدف شهير جدا في المنتخب الأرجنتين شخصيا أتعاطف مع ميسي وأوعد المشاهدين أنه يكون مباراة حلوة بين الأرجنتين وهولندا يا رب إن شاء الله لو طلبت من كل واحد يختار أبرز ثلاث لقطات عجبته في دور الست عشر نبدأ بيك يا أستاذ واسي يعني في لقطات كتير أخيرا طبعا النهاردة المغرب بس في بعض لقطات حضرنا أنا ومحمد أبدأ باللقطة الأولى وهي ليه تشيزني حارس مارما طبعا منتخب بولندا بعد الخسارة مع ابنه مع ابنه نشوف اللقطة اللقطة دي أنا متوقف عندها كتير لأن يعني مؤسرة جدا دايما يا كابتن الطفل بيشوف القدوة في الأب طبعا فطبعا هو هنا لحظة انكسار الأب بقى في عين الطفل دي بتبقى صعبة وإزاي هنا تشيزني هو اللي بيحاول أنه هو يعلمه بقى دروس الحياة وإن الرياضة هي هزيمة وفوز ويمسح دموعه زي ما بنقول اللقطة دي أنا عجبتني جدا اخترتها من ضمن اللقطات اللي يعني لازم كنت تتوقف عندها يعني عندك حق تمام اللقطة التانية اللقطة التانية هاجيم موريسو المدير الفني لمنتخب الياباني لأن اليابان يعني بس يا كابتن اللقطة دي الراجل ده بعد المباراة والهزيمة فدى الوقف دقيقة كاملة بالشكل اللي احنا شايفينه ده أمام الجمهور اللي كان حاضر الجمهور الياباني اللي كان حاضر فيهم دورا ودي برضا بتوقف عندها لأن الحقيقة احنا مفتقدين أوي يا كابتن الروح الرياضية الاحترام الأخلاق اللي احنا تعودنا عليها واحنا صغيرين الياباني النهارده بتديها ندروس مش بس في الكرة يا محمد شوف الجمهور الياباني ازاي وهو بينظف دايما مدرجاته بعد ما يخلص اللعيبة في قط اللبس ازاي بتنظف مكانها بعد ما بتخلص النهارده كمان مدير الفني بيدي درسة في الاحترام والأخلاق رغم انه المفروض الجماهير هي اللي يتحيي على الأداء اللي عمله البطولي يكسب أسبانيا ويكسب ألمانيا لكن هو اللي بينحاني احتراما للجمهور دي لقطة تانية اللعبة الثالثة اللي عايزة هتوقف عندها هي الاحتفال بتاع تي تي مدرب البرازيل مع لعبة منتخب جوازين بعد هدف بتشارلسون أول مرة تقريبا نشوف مدرب بيرقص مع اللعبة وده كابتن لي دلالة عندي كبيرة جدا الراجل ده هو راح ياخد البطولة يعني أي لعبة كابتن بيجيب هدف عادي بيرقص إنما المدرب دايما هتلاقي بيبقى الآن دايما هتلاقيه ممكن يعني ايه يتفاعل مع هدف لكن مش هيوصل لرجة الرأس إلا إذا كالراجل ده عنده ثقة كاملة إن أنا رايح عارف إن أنا هاخد اللقب فدي ده لالة كبيرة بالنسبة لي جميل طيب سازي يوسري التلت لقطات بتوعك المصورين عامين نهرجان في المونديال وعملون لقطات كويسة جدا السنة دي عايزين نرد أول لقطة معنا المصور يعني عامل لقطة حلوة جدا هنا دالي بلند وداني بلند الأب والوالد الأب واللاعب يعني أسف بيحتفل معاه بعد هدفه في مرمار المنتخب الأمريكي بلند الإبن كان جات له إصابة في قلبه وهو بيلعب بصمام عشان قلبه كان عنده حصل في مشكلة زي أريكس اللعب بالدنمارك قدر مرة تانية رجع يلعب كرة بلند الأب كان لعب سابع في متخب هولندا وأحليا أحد أفراد الجهاز وهنا بيبارك له بعد هدف لقطة جميلة جدا لقطة شعريها جدا بصراحة أوي نتمنى بقى أنه خلاص يراوه عشان ميسي ياخد البطولة بعدها لقطة تانية لقطة تانية معانا هتكون هنا إيفان بريسيتش لاعب كرواتيا وليفكوفيتش حارس مرمى كرواتيا بعد مبرات اليابان وهو بيبارك له أنه كان سبب أن كرواتيا تتأهل وتتخطى اليابان لأنه كان صدد ربتين جزاء وكان ليه دور رئيسي في التأهل للدور التاني زي النهاردة ما عاملوا مع برونه لقطة تالتة لقطة تالتة رباعي المنتخب البرازيل الخطير المرعب باكيتا وفينيسيوس ورافينيا ونيمار البرازيل عموما يعني قدمت كل حاجة ممتعة حتى الاحتفالات ضد كوريا لعبوا ماتش كويس جدا ووصقوا باللقطة الممتعة دي كان نفسي جيبوا اللقطة بقى وهما مسكين اليافطة بتاع بليه بليه هتقدي لقطة تانية بقى هاتهالي بقى يا أحمد بتاع تانية دي كان فيها تكريم لأسطورة وعرفان وتأدير ليه وحتى كمان فيه أخبار قالت النهاردة خرجت من موجسيين بليه الرسميين إن بليه حالته تحسنت وإن شاء الله حيغادر المستشفى قريبا بإذن الله لقطة فيها هاي بص جمال دي اختيار أنا بقى بعد أذنوكو يعني وكلهم استفوا حوالين بعض ووقفوا كل اللعيبة تحية لبليبا يعتبروا رمز من الرموز الكبيرة جدا اللي هم طول عمرهم ببصنلوا على إنه هو الأسطورة هو برزيلا وهو ما زال هو الأسطورة وظل الأزمة الصحية دي ترفع من روحه المعنوية بالزرح طيب في ثواني في ثواني فرنسا وانجلترا نا فرنسا فرنسا الارجنتين وهولندا الارجنتين إن شاء الله عندك إنا المراتي برازيل وكرواتيا البرازيل برازيل برتغال والمغرب إن شاء الله المغرب 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 إن شاء الله سيد واسيم شرفت ونوارت شكرا يا كبت وديرا بكون سعيد في تاودي معك يا ربي خليك سيد واسي شرفت ونوارت شكرا جدا لك يا كبت شكرا جزيلا غدا بمشيئة الرحمن لقاء جديد أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته